عادة ما يسبق عيد الأضحى المبارك تخوف كبير من ارتفاع أسعار الأضاحي إلا أن الأمر مختلف هذه السنة حسب الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الذي طمأن بأن الكبش العادي لن يتخطى سعره العشرين ألف دينار مرجعاً هذا إلى الوفرة التي تعرفها الجزائر في عدد رؤوس المشياء هذه السنة 40 ألف دينار اللي كان في 90 ألف دينار الكبش اللي هو يوزن خمسين كان هذا يوجد لحظة الرابعين الآن أنا نقول لك الكبش العادي ما يفوتش عشرين ألف دينار العادي انت عائلة اليوم الحمد لله كانت عدنا 21 مليون صبحت إلى 27-28 مليون راس اللي هي متوجهة السنة هذه هيوينة للذبح بالنسبة لعيد الأضحى تفوت ربع ملايين واجدة بصورة طبيعية أمين عام الاتحاد الوطني للفلاحين انتقد استراد اللحوم المجمدة من الخارج وعدم الاستثمار في تلك المتوفرة محلياً من خلال تعليب وتصنيع اللحوم ما المفروض يكون عندنا ناس اللي هما اللي يصدروا اللحوم اللي هما يعلبوها اللي يدرواها كونجلي لماذا يدوروا للكونجلي في الهند ويدوروا عليه في الأرجنتين وإحنا عدنا الإمكانيات هنا إذن هي تطمينة للمواطنين تقابلها خسائر للفلاحين والموالين خاصة فيما تعلق بالأعلاف والشعير